اليوم سوف نضع خبز في دار هنا نضع كيلو فارينة نضع خميرة خبز خميرة فانواز كما قلت لكم هي خميرة باهية و تسهل لنا خدمة البارت خمير فيسع نضع نصف كيس زيت نضع خبز نضع جلجل نضع الدواء و نضع نصف كمية خبز تبعز نصف كمية خبز نضع الخبز نضع تلك الملح اقوم بزيادة صغار نضع سكر نضع بزيادة صغار انا قدمي بزيادة 200 كيلو لتصبح المقعد لكي يتصبح الزيت بالماء ومن ثم يكون الوزة بالماء لديه الوزة بالماء ينبسس الماء بالزيت فلنضع الماء ومن ثم يكون ماء ماء هنا الماء يجب ان اضطر الماء وضع ماء بالشعر يضع في الماء التراصي عندما يجب ان اضطر الماء سوف اضطر الماء لننهي المتجر نلعجه مرخوفة قليلا ونجرب المتجر منهي 4 ساعة عادي والتي نجم الجيد لنبتها ايه اسكن بأسشبكن ونسخن الفور ونضعها بترفق ماء ونضعها تخمر فيها قلنطان ونصيف ساعة هنا الباة الخمرت في مقعد المفرق مقعد المفرق نعملها باية صغار ومن بعد نشكلها طوح الباة الخمرت نضعها باية سيج ونضعها باية صغار ونضع الحجم ونضعها باية ساحة الليبولة ذوما ما بعد مش نعملهم خبزات مش نشكلهم. خبزة ملتقى. خبزة ملتقى. خبزة ملتقى. خبزة ملتقى. نضفه بالقديق سطح العمل لنخمالي. ونحلها بالقرق. ونضفه بالقرق. ونضفه بالقرق. ونضفه بالقرق. ونضفه بالقرق. نضيف خبزة. نضيف خبزة. اضعها بزين في الخبز لكي يجب ان يكون قلعه اضعها للفعت حسنا نحلي وضعها الخين كل احده طريقة يحب عليها تتزيل الخبز اضعها في طباق كل عالم ونجعلها تخبر في أقل عالم نضيف الخبز بنفسها حسنا نضيف الخبز والله مجمع من جانب مجرد مجرد من جانب مجرد من جانب من جانب مرحلة الأخيرة لنضهنها بلعظة نضيف خمارك العادر نضيف خبزات كبير نضيف خبزات يجب أن نضيف خبزات كبير نضيف خبزات الكبير قمت بالطباقة منخبزة الاخرى اضم الخبز اضم الخبز اضم الخبز لنضم الزيت اضم الزيت اضم اصفر لنضم قليلا اضم خل اضم خل نضم بفوق الخبز نبقية اضم الخبز والاقصر اضم الخبز اضم اضم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر